استهل وزير التجهيز والماء نزار بركة جلسة العمل بعرض حول الوضعية المائية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى منتصف يناير من السنة الجارية والتي تميزت بعجز في التساقطات وتراجع على مستوى حقينة السدود كما استعرضت الإجراءات المتخدة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 التي مكنت تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبير أقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأقادير وآسفية الجرف الأسفر ثم قدم وزير التجهيز والماء مخطط العمل الاستعجالي المنجز من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفها ويتضمن المخطط الاستعجالي عددا من الإجراءات التي تروم إلى مواجهة الوضعية الحالية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية مع إمكانية تقليص صبيب التوزيع كلما اقتدت الضرفية لذلك وطبقا للتوجيهات الملكية سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط تهم السدود والربط بين أحواد سبو وأبي رقراق وأم الربيع إضافة إلى البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ودع الملك محمد السادس إلى اعتماد تواصل شفاف تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها مع تعزيز التوعية بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة تبذير هذه المادة الحيوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر